اشتركوا في القناة 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 واستغلالها بالشكل المناسب والآن نترككم مع سعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية اشتركوا في القناة جاءت هذه الجائزة تكريما لسجل الشركة المتميز في السلامة على مدى العام المنصرم وتم منحها خلال حفل توزيع جوائز السلامة الدولية لمجلس السلامة البريطانية كما وحصلت ألبا منذ عام 2014 على ما مجموعه 11 جائزة من مجلس السلامة البريطانية أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية تراجعا طفيفا غير متوقع للإنفاق الأمريكي على مشروعات التشييد خلال مايو الماضي بنسبة 10% إلى ما يعادل تريليونين ومائة وأربعين مليار دولار سنويا بعد ارتفاعه بنسبة ثلاثة من مائة في المائة ووفقا للبيانات الأولية فقد جاء التراجع على خلفية انخفاض إنفاق القطاع الخاص بنسبة ثلاثة من مائة في المائة في حين تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية بنسبة عشرين في المائة